اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اول بسويس القهري نسبته 2-3% بس لازم نعرف ان بعض الدراسات بتقول انه النسبة بتوصل لعشرة بالمية دونك هيدا اول شغلة تاني شغلة هي انه الرجال والنساء مصابين بنفس النسبة وقتها عم نحكي عن ناس بلغين انما بعمر المراهقة الرجال يصابوا اكثر من النساء اوكي معدل العمر عادة بيبلش هيدا المرض عادة على عمر العشرين سنة هيدا اذا بنا نحكي كمعدل عمر انما اكيد في يجي قبل وفي يجي بعدين عند الرجال عنده عنده تندانس انه يبلش تحت حوالي عمر التسعة عشر سنة عند النساء حوالي عمر الاثنين وعشرين سنة اوكي وفي كمان يبلش متما انت بالمراهقة وعند بالمراهقة بزايد بيكون عند الرجال اكتر من عندك هو تلتين يعني تلتين الحالات بيبلش معدل العمر بالعشرين سنة بس عنا حوالي الخمسة عشر بيم بالمية ببالش بعد عمر الخمسة وثلاثين سنة خلينا بس نعرف او بالاحرى نعطي امثلة عن الوسواس يعني كيف يعني وسواس وشو يعني شخص بوسواس هلا لازم نفرق شوية رولة بين وقت منقول شخص موسواس والمرض اللي هو الوسواس القهري لانه في نشين منسمينا الشخصية لموسواسة يعني اذا بدي عارفو بالفرنسيوي او بالانجليزي هي او بالانجليزي هي او بالفرق هو انه هيدا الفرق هو انه وقت منحكي عن المرض نحنا عم نحكي عن شخص هيدا مؤثر على كل حياته انما وقت عم نحكي عن شخصية موسواسة هن الأشخاص اللي منقول عنهم هيك كتير نيئة كتير بيعلقوا على التفاصيل كتير مثلا الاصص بدا تصير او بالفرق شن يعني البرفكسونيزم مانو مرض الوسواس القهري ومش ضروري اذا شخص هو او بالفرق شنسيس يصير عنده او بالفرق شنسيس قهري بعدين ما في ترابط واضح بيناتهم اوكي اعجب يعني بس يعني بدنا نحكي يعني حول 30 بالمية من الأشخاص اللي بيصير عندهم او بالفرق شنسيس قهري بس مضروري ابدا مثلا نعطينا اكزامل عن الوسواس القهري اكزامل عن الوسواس القهري يعني هو يمكن رولا مهم نفسر شوية للأشخاص اللي عم بيسمعونا اليوم شو الفرق شو الوسواس وشو الشقفة واتنحكي القهر واتنحكي القهري تنقدر نعطي اكزاملات اوكي يعني بالفرنسي الكمبولسيون والوبسسيون مزبوط الوسواس هي بارتين من نسميها نحنا اوبسسيون والكمبولسيون اذا بدنا ننبش عليها عا جوجل من نلاقي مثلا القهر او الدافع الذي لا يقاوم شو الوبسسيون اذا بدنا نعرف تخي فاسيما يعني بطريقة كثير هين الوبسسيون هي فكرة او شعور الكمبولسون هي تصرف نحنا عم نعمله اوكي الوبسسيون هي هالشعور او هالفكرة اللي الشخص بتسيطر عليه بتضل تتكرر عنده وبنقول انه هي انتخوزيف يعني مش انه هو بيفتح له مجال هي بتفوت بلا اذن اوكي وبتعلق عليه وهو ما بيقدر انه يقاومها وهيدا الفكرة فيها تكون على عدة سجيات او فيها تكون مثلا اشك يعني شخص بمسلا افل سيارته بشيك بقول او لكون ما افلتا وبالتالي الكمبولسون تبعه هي انه بدو يصير يتأكد الوبسسيون مثلا هي الخوف من الجراثيم او من انتقاط مرض معين خاصه بالجراثيم الكمبولسون لحتكون غسيل اليدين اللي هو كتير متكرر وكسيف او تيفوت الواحد تيتحمى بيتحمى باربع خمس مرات او بيصير يحف جسمه كتير فيه يكون كمان مثلا الخوف من القيام بعمل من نسميه يعني بشي بخوف او بعمل ضنجوري خطير وبالتالي الشخص اللي حيصير كل الوقت عم ديساء الاسلت يتأكد انه هو ما عمل شي او بروح او بروح مثلا اذا مسيح اللي حيرو عند الخوري حيضله يعترف بامور معينة او اذا كان مسلم اللي حيرو عند الشيخ يمكن لانه بدو يطلب صلاة فهيدي هي اذا بديك الفرق بين الاوبسسيون والكمبوسيون وهو دول امثال معينة عنا امثال رائجي سهل امثال تشخيص المرض هل هو بالامر السهل وكيف بتم التشخيص عادة تشخيص هيدا المرض مثل اكتريت الامراض العقلية والنفسية هو تشخيص بالكلينيك من بعد مقابلة مع الشخص وقتا منحكي ونحن منسأله الاسئلة حول هيدا المرض ومنسأله الاسئلة حول امراض اخرى كريميل نتأكد ان احنا قديم مريض عنده يعاني من وسويس قهري ولا يعاني من امراض اخرى ان كانت امراض متعلقة بالامراض العقلية والنفسية او امراض متعلقة بامراض عضوية عادة الشخص التابلو كلينيك بيكون شخص عنده وسويس مع او بلا الكمبوسيون يعني ما ضروري انه الاثناني تكونوا مترافقين مع بعض ولكن لازم نعرف انه ب75 بالمية من الحالات هنا اشخاص عندهم ابسسيوم عندهم كومبوسيون يعني بالفكرة وبالفعل مضبوط هو الفعل هو الفعل رولا لانه يترجم هو يعني الشخص وقت عم بيغسل ايدي بطريقة متكررة هو عم بيجاوب على هيدا الوسويس ما هي هي عم بترجم الفكرة مضبوط ووقات هو مش تيترجم الفكرة اوقات هو تيهرب من الفكرة يعني في اشخاص بفوتوا بتقوس معينة او اشخاص مثلا اذا هو خايف مثلا انه يسب او خايف انه يسب الدين او خايف انه يقوم بعمل مخزي بيصير بيلترجم مثلا للصلاة اوك على كل فكرة وعلى كل كومبيسيون بودوا يعمل لها هالشي عم بياخد اكتر من ساعة من وقته بنهار هيدا الشي عم بينتوج على قلق كتير قوي لحينتوج يمكن كمان عن كقابة وبالتالي هيدا الشخص اجتماعيا لحيصير فيه قصور بالاجتماعيا او هيدا الشي سيأثر على علمه او او لحيأثر على شغله او لحيأثر على اجتماعيته او لحيأثر حتى على عيلته خليني ذكر المشاهدين انه نحنا مستعدين ناخد اتصالات او اي استفسار حول موضوع الوسويس القهري اذا بيحبوا ياخدوا نصايح دكتور كريستينا عراموني بيقدروا يتصلوا فينا على ارقام اللي عم بشوفوه على الشاشة لحين ما تخلص الحلقة بالوقت المتبقى فاذا نحكينا كيف بيتم التشخيص بواسطة الطبيب المختص عادة هو بشخص المصاب بالوسويس القهري هو بيزور طبيب يعني بيكون عارف حاله هي الحقيقة ارولا انه ضمن التشخيص فيه اشخاص هن واعيين لهيدا الفكرة بيعرفوا انه هيدا الفكرة منا مزبوطة بس ما عم بيقدروا يتخلصوا منا وبالتالي بيكونوا قليقين كتير وفيه بارتي معينة من الاشخاص من اول انه هن ما عندهم انسايت يعني هن منهم منتبهين انه هيدا الشي اللي عم بيصير معهم منه حقيقة وبالتالي هيدا الشي بيصير كتير مقارب للامراض النفاسية انما بعد ناظمهم الوسويس القهري وهيدا المرض بكتير من الاوقات الشخص بيكون مستحي منه وبالتالي ما بيروح عند الطبيب يعني معدل السنين بين انه الشخص يكون هو بلش عنده الوسويس القهري وانه يروح يزور طبيب بين الخمسة والعشر سنين اوكي طيب كل حالة نفسية او كل مرض اليوم عنده تأثير على صاحبه شو هي اثار الوسويس القهري هلا اثار الوسويس القهري مثل ما قالنا بالاول هي هالقلق اللي عم بيعيش فيه الشخص الخطورة انه هو يصير عنده كآبة وقته بنحكي عن كآبة بنحكي عن خطورة بانه يصير عنده افكار سوداء وافكار انتحارية والقيام بمحاولة الانتحار ويمكن الموت منه وعنا النتائج اللي هي متعلقة بالكمبولسيون يعني مثلا اشخاص عم بيغسلوا ايديهم كتير كل الوقت لحيصير فيه عندهم امراض جلدية او اشخاص عم بيشدوا كتير وقته بيغسلوا سنينهم لحيصير فيه عندهم امراض بسنين وحيصير فيه عندهم امراض باللثة او اشخاص مثلا عندهم الوسويس بالمشابهة او بالسيمتري لحيصوا انه يمكن فيه شي بجسم منه اسيمتريك لحيصوا انه يروحوا عند اطباء ويعملوا عمليات او يستعملوا ادوية وفلا اهميات يمكن التوعية واهمية انه كمان اطباء التجميل هنا يكونوا واعيين على هاي دور القصص يعني وقت الى شخص يضلوا عم بيجي لعندهم ويضلوا عم بيلاقي شي غلط لازم ينتبهوا انه يمكن وراها فيه مرض يمكن يرشدوا على طبيب نفسي بس صح يمكن هني مستفيدين من هالوسويس اكيد بس كمانا يعني الطبيب عنده ضمير ورولا واكيد وقتا بيكون فيه توعية الارجح هو انه هالشخص لحي هالطبيب يمكن لاح يرشدوا انه يشوف طبيب امراض عقلية ونفسية العلاج كيف طريقة العلاج هل من علاج وقدي مدة العلاج العلاج جولا فيه قسمين مثل اكتريت الامراض العقلية ونفسية فيه عندنا القسم الطب الدوائي يعني كل شي شي ميك وهنا وقتا منحكي عن الدواء بما انه انه احنا يمكن ما حكينا شوي عن الاسباب ايه مصبوط انا كترح اسألك بدك نحكي بالاسباب قبل لنقدر اوكي لانه هيك تنقدر نفسر عازم اوكي الاسباب كتير مهمة اكيد دعونا نشوف شوي الاسباب ليش الشخص وصل لها المرحلة من التوسوس هلا مثل اكتريت الامراض العقلية ونفسية مثل ما دايما منقول ما فيه سبب مباشر وما فيه ترابط مباشر بين سبب ونتيجة ونتيجة اللي هي الوسويس القهري اننا ما منعرف ان العوامل الجينية دايما موجودة عندنا وقتا بيكون فيه حدا بالعائلة عنده وسويس قهري او عنده امراض حوالي الوسويس القهري يعني ان كان القلق ان كان الشي اللي منسميه ديسموغفوفوبي يعني وقتا اللي شخص بيضلوا عنده عنده فكرة انه هو فيه شي عائق فيه شي عائق بجسمه او الاشخاص مثلا اللي عنده اللي منسميه يعني هواس المرض يعني الاشخاص اللي كل الوقت بيخافوا ان يكونوا ماردين او بفكرة انه فيه شي جواتهم هن ماردين والطبيب هو ما عم بيعرف لهم وبيصير يروحهم من طبيب لآخر وان ما ببهم شي وفلا كرمالي ينبشوا على هيدا المرض او الاشخاص اللي عندهم مشاكل بالاكل يعني او عندهم الانوريكسيا او عندهم البوليميا واشخاص عندهم عادات معينة مثل انه اكل الضفير وقت واحد بيكل ضفيره كتير بالعيلة هيدول القصص عادة بتخلي انه منعرف انه بالجنراتيون فيه يكون فيه خطر انه يكون فيه وسويس قهري ثلاثة لخمس مرات اكتر اذا هيدا هيدا شاغل عامل الوراثي مضبط هيدا العامل الجيني فيه عوامل بيولوجية وهون مش هكت عملك نباركي من نحكي عنا قبل قبل ما نحكي عن العلاج منعرف نحن انه بيولوجيا السيروتونين يعني مادة السيروتونين اللي هي نوروترانسمتر بالدماغ هي جدا متعلقة بالوسويس القهري وبالتالي هون وقتا نحكي عن العلاج منعرف انه بدنا نعطي علاج مترابط مع مادة السيروتونين عندنا العوامل بالدراسات وقتا بيعملوا نورو إيماجغي يعني وقتا بيعملوا مثلا رنين مغناطيسة وبشوفوا كيف عم بيشتغل الدماغ بنعرف انه عند الاشخاص اللي عندهم نوسويس قهري فيه اضطراب بالمواصلات بالدماغ ببعض المناطق ما لاح عارف انه بلون بالعربي بس هنه نوايو كودي التالاميوس والكورتكس أوربيتوفرونتال وبنعرف نحن انه باكترية الاوقات وقت الشخص بيبين عنده الوسويس القهري بيبين بعد انفاكتاغ دوستخيس يعني او ولادة او حبل او شخص ميت عنده حدا فجأة يعني هون دول العوامل ممكن انه تخلي يظهر المرض ولكن نرجع منقول ما فبنا سبب مباشر مش لانه مراحل مش لانه صار عنده وسويس قهري بس هيدا الظرف خلي هالمرض اللي اصلا عنده استعداد له يظهر والاستعداد لقلومتما ذكرت لا اسباب جينية وبيولوجية مظبوط اكيد اسباب جينية وبيولوجية معظمة اوكي وخلى حدث معي او اكسيدان معي يبين وفي بعض الاشخاص اللي بيصير عنده وسويس قهري بيكون عنده شخصية مرضية قبل الوسويس القهري كامينا بتخليهم يكون عنده استعداد انه يصير هالوسويس وهالشخصية ما ضرورة ابدا تكون شخصية البرفكسيونيست هي اكتريتها بتكون شخصية سكيزوتيبيك منسميها اوكي كيف بيتطور هيدا المرض هيدا المرض رولا لكنه مثل ما قلنا بيبين حوالي عمري العشرين سنة اوكي وفي بيين بطريقة مفاجئة وفي بيين بعد ظرف معين ظرف حياتي معين صار عند الانسان لازم نعرف انه هيدا المرض منه كل الوقت بنفس القوية وفي يكون كل الوقت بنفس القوية او بيكون فلكتوران او بيكون ثابت او ثلاغير او ثابت ولازم نعرف كمان رولا انه هيدا المرض في عنا تقريبا عشرين لثلاثين بالمئة من اشخاص الكتير بيتحسنوا على العلاج ولكن في عنا عشرين لاربعين بالمئة بيتحسنوا ولكن مش مئة بالمئة وعننا فئة معينة اللي هي حوالي كمان لعشرين ثلاثين بالمئة مع الوقت يتفاقم هيدا المرض وما بيتحسنوا على العلاج اللي هو بالأدوية والعلاج بالمعالجة النفسية للبسيكوترابي وهون في عنا طرق اخرى للعلاج وفي عنا رولا كمان نعرف انه نحن كليني كمان نقدر نشوف شوي أبعد لقدام بفاكتورات معينة نسميهم دي فاكتور دو بخونوستيك يعني نقدر نعرف نحن لقدام كيف معقول هيدا المرض يتقدم في عنا العوامل يعني العوامل الإيجابية مثل مثلا وقت هيدا المرض بيكون بيكون بطريقة ثابتة أوقات بيكون قوة أوقات بيكون خافة أوقات بيختفي هون أفضل يمكن للشخص المصاب صح مضبوط من انه يكون بنفس الوتيرة كل الوقت 100% وكمان لازم نعرف ان الاشخاص وكذلك网ات هذه الأشخاص يتجان لهم بز holi والآخ مع الأشخاص عندهم ينبغ vont يحenta الأشخاص أنصب الذي يتم sogar الإنسهل من الأشخاص الذين يبدأ في عمر كثير صغير من الأشخاص الذين لا يكونوا عموة يعني لا يكونوا نظام حياتي لا يكونوا حالهم اجتماعياً أو علمياً أو عائلياً والأشخاص الذين يكونوا لديهم ثابت هؤكي هؤلاء الأشخاص الذين يكونوا لديهم شخصية مرضية قبل هؤلاء الأشخاص الذين لا يتعالون 100% على العلاج مثل غيرهم دكتور كريستينا عرامونيا طبيبة أمراض عقلية والنفسية أنا بدأت شكرك على الموضوع المهم يلي طرحتي اليوم بكل جوانبه يعطيك ألف عافية وأنا بعطيكي موعد الأسبوع الجاي إذا ألا رأيك مرسي